إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه الله اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته إنك ولي ذلك ومولى ثم أما بعد أحبتي في الله عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله اللي هو قبل السابق يعني لما كان معنا شيخ سريف ربنا يحفظه ونمتكلم على العشاب التي تساعد في علاج السحر فبقدر الله تبارك وتعالى طبعا نحن في برنامج لا يفلح الساحر بنتكلم في تأصيل شرعي دقيق لكل علوم السحر فاليوم بقدر الله تبارك وتعالى يعني عنوان الحلقة كفر الساحر كفر الساحر وطبعا لإن في ناس بتعترض على كلمة كفر الساحر وطبعا لما بنتكلم إن الساحر بيكفر في ناس اللي هي حب الموضوع يقولك إن الساحر مش كافر وده بيعمل حاجات يعني بتساعد الناس أو لصالح الناس أو الكلام ده هو مش فهم يعني إيه كلمة كفر ساحر يعني ده ربنا يعني لعن هذا الساحر ولعن من فعل السحر وربنا عظم أمر السحر في القرآن وربنا يعني عظم أمر السحر في القرآن وقال وجاءوه بسحر عظيم يعني أمر عظيم السحر أمر عظيم يعني معصية عظيمة لله تبارك وتعالى وأمر كبير جدا عند الله تبارك وتعالى إن الإنسان يسحر أو يسحر له فالإنسان ما ياخدش الموضوع بهواء وبعدين يقول أصلا استاحر يا عم الشيخ ده بينفع الناس ده بيعمل بس عشان يجرب الناس من بعضها للأسف إن مثلا بيجي لنا كم مترفونات كل يوم كبير جدا تقول لك أنا زوجي بعد عني اللي زوجي يطلقني عازر يرجع لي تاني واللي يقول لي إن مراتي ماشي تسابت البيت وماشي تعازر رجعها تاني واللي يقول لي شغلي واجف وعازي نشغاله تاني أو عازي الدينة يمشي تاني هو اللي بيكلم الشيخ على أساس أنه ربنا فبعد كده الشيخ بينصب عليه وبيعني يقول لك الشيخ نصاب طب ما أنت اللي روحت للشيخ أصلا عشان خطر يعني بتعصر الله تبارك وتعالى وتكفر بله تبارك وتعالى وتخلي الشيخ درب مع الله تبارك وتعالى يعني أنت بتخلي الشيخ ندي لله تبارك وتعالى في الرزق وفي جلب الرزق وفي جلب الزوجة أو جلب الحبيب أو دفع الضر أو غيره وبعدك ترجع تقول أصلا الشيخ نصاب أصلا أنت اللي روحت له عشان ينصب عليك هو الشيخ اللي عايقلك أني أنا عن أعملك كذا وعن أعملك كذا أو أرضي لك زوجتك أو عن جيب لك عريس أو عنعملك أي شيء ده أنا الصاب وبيضحك عليك ده لو ما كانشي كافر لو ما كانشي بيسحب يبا أنا الصاب بيضحك عليك فأنت ما تنخدعيش بالشكل ما تنخدعش بالمظهر ما تنخدعش بالكلام ما تنخدعش أني anybody يقولك أنا أن أجيبك أو أخليه لك كله كفر أو شرك بالله تبارك وتعالى النهاردة بقدر الله تبارك وتعالى عايزين نتكلم عن علوم السحر أو ما هو السحر السحر ده إيه هل السحر فعلا السحر ده بيكفر بالله تبارك وتعالى وبيعمل فعل كفري بالله تبارك وتعالى ولا الموضوع هو هامشي بس الموضوع كلمتين وخلاص وبيروح يعمل أي كلمتين وورجة أو شخبطة حمر وخلاص والقصة بتنتهي السحر علم يتلقى أو علم تلقي يتلقاه الساحر من إبليس مباشرة أو يتلقاه ساحر من ساحر لكي يتعلمه منه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحرا فلما حان أجله أو قرب للموت قال للملك هذا اللي هو الملك الظالم هذا إني قد هرمت أو كبرت فبعت لي غلام اللي هو صاحب الإخدود أو غلام الإخدود عشان يعني نعلمه السحر يبا السحر بيتعلم يعني يتعلم يعني السحر ده مش كتابه خلاص أو شيء وهم الناس بتكتسبه عشان فيه ناس في اعتقادها إن السحر ده بيكتسب أو اللي بتعلم السحر ده عشان يسحر حاجة بيكتسبها مع نفسه أو خواطر بتجيله وخلاص لا السحر ده له أصول وقواعد يتلقاها الساحر من إبليس أو يتلقاها ساحر يعني لسه مبتدئ من سحر أقوى منه يعني علم له أصول وقواعد له أصل وله قعدة وله فروع وله ضوابط هم بيحتكموا لها عند إبليس عشان كده اللي ساحر السحر اللي بيسحر صح كفر بالله تبارك وتعالى خرج عن الملة لأنه أشرك إبليس مع الله تبارك وتعالى لذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني إيه؟ ليه الشياطين كفروا؟ لأنه علموا الناس السحر يعني إيه تعلم السحر؟ يعني مسك خد شيء أصول أو أصل ومجسمه وعمل قعدة وفروع وتعلم السحر وعلمه للناس لأن الشياطين كفروا علموا الناس السحر الناس تلقت من الشياطين السحر وتعلمته منه وبيجي فعلا بقى فيه إنسان اسمه الساحر يؤذي يؤذي الناس النهاردة بقدر الله تبارك تعالى أنا عايز نتكلم يعني كلام شرعي وتأصيلي شوية وهو يخص اللي بيعالجوا أكتر من الناس اللي هي مريضة يعني إن شاء الله نتكلم على عراض السحر عشان برضو الناس ما تستفاد الناس اللي عايزة تعرف أنا عندي سحر ولا تستفاد لكن الأصل النهاردة إن شاء الله إن احنا عايزين نتكلم على أصول السحر نفسها إيه السحر ده وممكن السحر يجي لإزاي وبالعلماء تكلموا على شكل السحر إزاي النهاردة أنا عايز ننقل كلام العلماء في السحر بتأصيل أو يعني بدقة عشان أنا يعني صراحة يعني جلبي بيدمى علشان خاطر نقعد نقنع واحد إن السحر حرام وإن السحر كفر ومتروحش الواحد ساحر وهو عيدرك وإن السحر ده عمره معين فعك وإن السحر أو اللي عيدتروح الشيخ يعالجك ويكون معاه جن عايحللك سحر بسحر تاني وعيدرك ضرر أكبر من اللي جواك يعني أنت لو روحت له سحر بسحر ضعيف عايجيب لك سحر أقوى من اللي عليك ولو روحت له بجن ضعيف عايجيب لك جن أقوى من اللي عليك تاني ودي معنابن عنيها صراحة من الناس يا عمي خلي بالك أنت رايح لسحر عيلبسك جن أقوى من عليك عيعملك سحر أقوى من عليك وبعد كده بعد ما كان عندك سحر ضعيف فجع عندك سحر قوي بعد ما كان عندك جن ضعيف فجع عندك جن قوي وبعد كده بيضمر حياتك وضمر دنيتك كلها عشان قاضل أنت اللي رحت للسحر عشان يعملك السحر السحر علم له أصول وقواعد طبعا فيه تعريفات كثيرة للسحر كثيرة جدا لكن أنا أخذ منها بعض التعريفات عشان خاطر نقدر نوصل لهدف معين اللي هو كفر الساحر عشان خاطر تعرف يعني إيه كفر الساحر يعني ليه بيكفر ليه السحر يعمل إيه عشان يكفر بالله تبارك وتعالى والعلماء لما تكلموا على السحر تكلموا قالوا إيه عشان خاطر برضو إيه الناس تقتنع بالكلام يعني قال ابن عبدين رحمه الله أن السحر علم يستفاد منه حصول ملكة نفسية يقتضر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية يعني إيه يعني السحر ده له أصول وقاعدة وله ضلاسم وأرقام وحروف وأفعال يستفيد قوة معينة من شيء خفي يستعين بيه عشان يأذي الناس اللي هو إيه الشيء الخفي ده هو اللي هو الجن عشان واحد يقول لي أنا معي خدمة بنعالج بيه اعرف أني أنت بتكتسب علومك من إبليس أو من الجن أو من المارد اللي موجود معاك عشان تقدر تضر بيه الناس لأنه أنت لو ما كفرتش وما تجد تعمل أعمال كفرية إبليس مش عيعينك ولا إبليس عايد ديك العلوم السحر ولا عايد صلك ولا عايد صلك ولا عايد قواعد ولا عايد ديك قوة وملكة اتعالج بيها أو تعرف اللي عند الإنسان ايه أو تعمله ضرر أو تعمله نافع طيب قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر فيه بدن المصحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له يعني ايه الكلام دا هو يعني دي رقى وعزائم بيتلوها السحر على شيء معين علشان ايه علشان يأثر على قلب المصحور وبدنه الكلام دا أنا بيتكلمه ليه عشان الناس اللي بتقولك ان السحر دا عبارة عن جن بس يبلبس الإنسان ولما انطلع الجن من عليك كده القصة انتهت لا شوف كلام العلماء بيقولك ايه بيقولك دي رقى وتمائم وعزائم يتلوها الساحر رقى كفرية يعني أو عزائم كفرية يلقيها أو يتلقاها الساحر من إبليس علشان خاطر يأذي بيها بدن المصحور أو قلبه يعني ايه بدن المصحور أو قلبه يعني لو ان لو الجن بس لو القصة في الجن بس كان الجن خليك صوته سرخت مثلا أو اي فعل كان لكن الجن مش عايتعب شيء في معدتك مثلا أو عايدمر جهاز العصبي عندك أو عايدمر شيء عندك لما يكون فيه عفونة بجسمك أو شيء ناجس في جسمك عشان كده يقولك شرب السحر عمله التهابات في معدته شرب السحر عمله ألم في كلا شرب السحر عمله التهابات في مفاصله ليه لأن السح ده شيء ناجس شيء ناجس شيء محسوس ملموس غير عاقل لا يفهم القرآن دخل جسمك ضمر الجهاز العاصمي عندك ضمر عملك التهاف في معدتك عملك أمراض عضوية تقعد تعاني منها طول حياتك وممكن يعمل لك الجن يعمل لك حاجات مؤقتة يعني مثلا زي الربط زي الربط يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحر كان يخيل إليه أو يهيأ إليه أنه يأتي زوجاته ولم يأتيه هو النبي تخيل أو كان عنده عدم القدرة على إتيان زوجاته فلذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه مصحور وتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء علمه الله تبارك وتعالى أن عنده سحر الملائكة نزلوا رقوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرقوه بس ويكتفوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو عرف مكان السحر فين في البئر وراح ردم البئر وطلع السحر وردم البئر دهوت عشان ينهي أمر السحر يبقى السحر ده مش عبارة عن واحد يقرأ عليك ايتين قرآن ويقول لك يلا روح انت بقيت كويس او يديك شئة الشطف فيه وتتهم بيه وخلاص والقصة تنتهي عندك او يقول لك اعمل ورد وخلاص لا السحر ده مرض ونجاسة دخلت دمك لازم تقلع من دمك زي ما ده قلت لازم الشيخ اللي بيعانج يكون عنده الفقه والخبرة عشان يقدر يحدد نوع النجاسة يقدر يحدد نوع السحر يقدر يحدد هذا السحر يقدر يحدد مدة السحر في الجسم يقدر يحدد السحر اثر على ايه بجسم المصحول عشان يقدر يعالجه بعد منظف السحر من جسمه طيب يقول ابن القيم رحمه الله هو مركب من تأثيرات الارواح الخبيثة وانفعال القوة الطبيعية عنها يعني ايه يعني السحر ده حاجات مركبة في ضعضها علوم مركبة ورقة مركبة بينتج عنها انها بارواح خبيثة ينتج عنها ضرر المصحور ضرر الانسان اللي عمله السحر ده هوت طيب يقول الشيخ يعني وحيد عبد السلام بالي رحمه الله هو اتفاق بين ساحر وشيطان على ان يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات او الشركيات مقابل مساعدة الشياطين له مساعدة الشيطان له وضاعته فيما يطلب منه الشيخ وحيد بالي رحمه الله بيقول ايه بيقول ان السحر ده هوت هو عبارة عن اتفاق بين الساحر والشيطان ان الساحر يعمل اشياء محرمة يتقرب بيها لابليس وابليس ينفذ له اشياء محرمة في العبد اللي عمل له الساحر يبا السحر ايه السحر باتفاق بين الشيطان والساحر انهم يعملوا معاصية ان السحر يعمل معاصي كبيرة جدا وعننتكلم عنها في كفر الساحر يعمل معاصي كبيرة جدا عشان ترضي ابليس عشان ابليس ينفذ له طلباته والشيطان او الجان ينفذ له طلباته طيب اقرب تعريف قاله الشيخ ساعر احمد حفظه الله يقول ان السحر اتفاق بين ساحر بكفره وجن بقدرته على انفذ مكروه معين في انسان معين انا منتكلم الكلام ده هوت عشان ناصل لقعدة عشان لما نقول لك ان السحر بيعمل اعمال كفرية بعد كده وعلوم بيتلقاها تعرف ان السحر مش عبارة عن جن وخلاص يلبسك وتروح لشيخ يقرأ عليك ايتن قرآن ويقول لك يلا القصة انتهت عندك روح لا الموضوع اكبر من كده لو انت معمول لك سحر فعلا يبقى الموضوع اكبر من هو تروح لشيخ يقول لك يلا اعمل ورد طب خد الشطف يا ابن بقيتين قرآن طب خد يا ابن الشطف اعمل الشطف ساعة كذا وورمي ميا اعملها ساعة كذا والكلام ده لا هو كده بيعالج الجن ما بيعالجش السحر ودايما منقوله هو ان فيه فرق بين المرض والعرض المرض ده اللي هو السحر والعرض الجن انت مهما عالجت في العرض المرض موجودي بعجبك العرض تاني واحد مريض باي نوع مرض طول ما المرض ده موجود في جسمه هو حسب بالاعراض حسب بالمرض ليه من الاعراض ظهر عليه طب لو زيلت المرض نفسه يبقى الاعراض بتنتهي من عند المرض ده هو طب لو عرفت لو فضلت طوله عمرك تعالش في الاعراض والمرض موجود عمر الاعراض ما عتنتهي بل عتزيت سوء يوم بعد يوم والقصة موش عتنتهي يبقى الشيخ ساعة حفظ الله بقول ايه ان السحر ده اتفاق بين جن بقدرتي ساحر بكفري وجن بقدرتي هما اتفقوا هما اتنين السحر كافر والجن عنده قدرة اتفقوا انهم يأتوا بمعصية كبيرة جدا انهم يأذوا الانسان ده هو اتفقوا انهم يضروا انسان معين في وقت معين بصورة معينة السحر كفر عبد ابليس ابليس رضى عنه ابتدى ينفذ له طلباته ان شاء الله انتكلم لك على علوم ابليس ازاي بيتلقاه من السحر بيتلقاه من ابليس يبقى السحر كفر أراد ابليس بامتهان ايه 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 تبا ركا وتعالى باي اي شيء ان كان امتهانه للمحرمات تمام وبعد كده عمل ايه عمل السحر اتفق مع ابليس وهما الاتنين اتفق انهم يأذوا فلان معين شخص معين بصورة معينة وازى معين عشان الناس كتير تقول لك ده عد على سحر مش له لو الشيخ جال لك انت عدت على سحر مش لك يبقى مش فاهم لو الشيخ جال لك ان السحر بيتجدد كل شهر مش فاهم لو الشيخ جال لك ان الجن بيتغير عليك مش فاهم يبا انا عايز بنقصر المسائل دي ليه عشان كل شوية انا اديك نبزة من الحياة اللي انت عيشها انا منقصر لك القواعد دي عشان الاخر خلص نيقول لك خلي بالك انت كنت في توهان خلي بالك انت كنت في عالم الشوخ مليم بدماغك وهم مش فاهمين للأسف يبقى انا منقول لك الكلام بنقعد لك القواعد دي ليه عشان خطر تعرف الفرق بين العرض والمرض تعرف الفرق بين الجن والشيطان تعرف الفرق بين جن السحر وغيره تعرف الفرق بين جن الحسد وأعراض الحسد تعرف الفرق بين أعراض الحسد وأعراض السحر طيب يبقى السحر يا جماعة عشان يبقى الكلام مختصر واكتب الكلام ده هو لو انت بتعالج عشان تفهم وتقدر تفيد الناس ما تضرهمش السحر هو ايه هو اتفاق بين ساحر بكفره وجن بقدراته على انفاذ مكروه معين في انسان معين تمام اتفاقنا عشان خاطر لما نتكلمه على اصول السحر او نتكلم على علوم السحر تبفاهم ان الجن والساحر بيتفاجوا مع بعضهم الاثنين على انفاذ مكروه معين في انسان معين طب الصورة اللي بنفزوا بيها ازاي او بيعملوا ايه دي علوم بيتلقها السحر من ابليس مباشرة ويبدأ يطبقها عليك يبدأ ينفزها عليك يبدأ السحر مش مجرد جن عليك بس لا السحر ده مرض جواك لازم الشيخ يعرف هل السحر ده مأكول ولا مشروب ولا ماتون ولا معلق ولا مرتوش ولا منفوخ ست انواع سحر ملهمش سابع لكن اهدافهم بتختلف واحد ينعمل له سحر مأكول عشان مرض واحد ينعمل له سحر مأكول عشان زواج واحد يعمل له سحر مأكول عشان طلاق واحد يعمل له سحر مأكول عشان ايا كانت الصورة يبا السحر واحد لكن اهدفه متغيرة يبا الاسحار دو ستة ستة انواع سحر مأكول مشروب منفوخ معلق مدفون مرشوش ستة انواع سحر لو هم دول لو الشيخ اللي بيعالجك عرف يوصل ايه نوع السحر اللي عندك وايه هدفه وايه نجسته واثر على ايه بجسمك وانعلجه ازاي هو كده علجك لكن لو الشيخ اللي بيعالجك لخصلك الموضوع كله يا عم الحجد جن عليك بس يلا تعالى نجر عليك ايتون قرآن يبني وصود وسرخ ويلا خد نفسك وروح كده الشيخ ضرك وخلك روح معتقد ان القرآن ما بيعالش كان عندي حالة مبارح في الاسكندرية وبالمناسبة انا موجود في الاسكندرية كل يوم خميس واحد عشان الناس تبقى يعني فهمة وان شاء الله دي مفاجأ احنا بنقولها هوت ان احنا بنحاول يعني ان شاء الله عنفتح في القاهرة يعني عن قريب بقدر لي تبارك وتعالى مركز في القاهرة باذن الله وده اللي بنحاول نوصله عشان قادر نجرب على الناس ونكون موجود يوم في الاسبوع او اثنين في القاهرة عشان نقدر نفيد الناس بتاعت القاهرة لانهم مشوار كبير عليهم يروحوا الاسكندرية او يروحوا البحيرة دي كان عندي الحالة بيقول لي ايه بيقول لي يا شيخ زوجتي تعبانة وهو رايل يعني رايل محفز قرآن ورايل في الازهر وزوجته ازهرية حفظ القرآن وعارث يعني قرآن والزوجة تعبانة والزوجة عايز يفهم بيقول لي يا شيخ انا بجاء عندي شك في نفسي يعني انا ربنا نزل للقرآن خلق الجن وجل لي ان القرآن ده هو تشفاء او القرآن ده الجن ما يقدرش عليه وبعد كده مراتي تسمع قرآن تصوت وتسرخ انا عايز نفهم يا شيخ هل القرآن مش جادر على الجن ولا زوجتي فيها ايه بالضبط عايز نفهم ولا ربنا بيقول لنا الكلام ده وخلاص ولا ايه انا بجاء عندي شك الموضوع خلي بالك موضوع صعب في العقيدة طب ربنا نزل القرآن وخلق الجن وجل لك ان القرآن ده هوة الجن ما يقدرش عليه وجل لك علاجك بالعلاج الجن آية الكرسي لو انت قرأتها الصبح والليل الجن ما يقدرش عليك طب يا شيخ ممراتي بتقول أسكار الصباح والمساء ولا بنقول أسكار الصباح والمساء ومراتي لما تسمع قرآن بتصوت ويسرخ ده ايه قلتولي يا ابني انت ما بتعالشش أصلا في الجن انت ما بتعالشش في الجن انت بتعالش في القرين انت قرين زوجتك ضغط عليها نفسيا خليها تعمل كده عشان يكرهت القرآن وعشان يخلي عندك زعزعة أو زعزعة عقيدتك في القرآن يخليك إنسان فارغ من القرآن يخليك تبعد عن القرآن ان القرآن بتهمشه يقوله القرآن مالوش قيمة لإني مش جادر على الجن يا شيخ مانا رحت المليون شيخ من بتوع القرآن مش جادرين على الجن اللي معاي يبقى القرآن ما بيعالشش ولا عف الشيوخ ولا ايه بالضبط طبعا لما الإنسان يكون فاهم وفاهم اللي جدامه صح راجل لي أنا كده القواع أنا كده أنا سريحت لإني أنا رأي الأزهاري وبنحافظ قرآن وبعدين مراتي بتسمع قرآن بتصوت ويسرخ وبقى عندي شك في نفسي لما أنا شرحت له أعراضه الرأي السريحة قال لي فعلا بل لي مع زوجتي ده مش جن سحر لإن جن السحر بيسمع قرآن وصلي وصوم وحج ويأمرك بالمعروف وينهاك على المنكر وكل شيء طب مين اللي مش عايز يسمع قرآن يا بني اللي مش عايز يسمع قرآن قرينة اللي الشيوخ مش واخدين بالهم منه خلوا كل المشكلة عند الجن لاخدوا بالهم من السحر والقواعد بتاعته ولا خدوا بالهم من الشيطان ومن القرين وأفعاله وخبسه وما داخله وصدروا لك الجن بس الجن عملك الجن عملك الجن عملك لما ضيعوا الناس لكن الشيخ لازم يكون فاهم والشيخ لازم يفهم يعني ايه جن يعني ايه عراضه يعني ايه قوته يعني ايه سحر يعني ايه النجاسة المستخدمة في السحر يعني ايه هدف السحر لازم الشيخ يفهم الكلام ده عشان يقدر يفيد الناس ويطلع الناس من اللي هم فيه طيب يقول ابن القيم رحمه الله يقول المقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر أنا عايز لما ابن القيم تكلم إيه الفرق بين الجن السحر وبين جن الحسد ده جن وده جن تمام إيه الفرق بينهم أو إيه الفرق بين الساحر والحاسد الساحر والحاسد ما بينهمش فرق في الخبس اللي في النفس لأن الحاسد زي الساحر بالضبط لأنه بيحقد على الإنسان المحسود لكن كل واحد منهم له طريقة في القاء الحقد والحسد والبغض اللي في داخله طيب ابن القيم بقول ايه بقول ان المقصود ان الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغض للمحسود يعني الحاسد ده جواه في جلبه بغض وحسد وحقد وغل للمحسود اول ما بيشوف النعمة عليك جواه غل وحقد للمحسود ده تمام ضيد يقول والشيطان يقترم به ويعينه ويزين له الحسد يعني الشيطان بيعمل ايه اول ما بيشوف الانسان ده هوت نفسه خبيثة بيحقد على الناس ما بيسميش ما بيقولش باسم الله تبارك الله عنده حقد على الناس كلها ده عنده كذا وده عمل كذا وده خلى كذا الشيطان بيحب الموضوع ده عنده فيعمل له ايه يقترم به ابن القيم بيقول له يقترم به ويعينه يعينه على ايه يعينه على ضر الشيء عشان كده بنقوله انس الحسد بجن وجنه غبي جدا اقوى من جن السعر واحد يقول لي يعني جن الحسد اقوى من جن السح مليون مرة جن الحسد اقوى من جن السح مليون مرة ليه لانه بيتعامل مع المحسود بغداء ما عندهش فكر ما عندهش داتة رايح بيها ما عندهش معلومات ما عندهش خطة لا هو اول ما الحسد بيطلع الغل لجواه على المحسود يروح ينفز الحسد واحد ماشي هب واحد حسد ومات واجع مات واحد الثاني ماشي عنده أولاده كويسين وبتاع هب عين منهم حصل له مصيبة واجع في مكان مخين أو حصل له مصيبة مات واحد الثاني عنده عربية حسدت هب حدثة والثاني عنده نعم وبتاعه وواحد حسده راحت منه جن ما بفكرش لكن جن السحر لا جن السحر زكي بيخطط لك على المدى اللي بيطول عمرك يفضل معك لما تموت وانت ما تحسش ان معك سحر أصلا ولا تحس ان معك جن أصلا إلا بعد الأعراض لما تظهر عليك وتضمر جسمك لأول تحس ان فيه مرض جواك تروح للشيخي تشيخي لك خاصلك الموضوع عند جن ويسيب السحر زي ما هو في جسمك عمالي يأكل في جسمك وتطلع من عند الشيخ ده تروح لده وتطلع من عنده تروح لده والقصة ما بتنتهيش عندك يقول ويأمره بمجابه يعني يروح ينفذ الحسد الحسد أول ما بيبدأ يحقد الجن بيأخذ الكلام دوت كأنه أمر له روح يدمر المحسود يقول والسحر بعلمه وكذبه وشركه واستعاناته بالشيطان لازم تعرف الفرق لأن الحسد خد الحسد ده من بغضه وحقده لكن السحر لأ اكتسب رضى الشيطان عنه بأفعاله يعني إيه؟ لازم السحر يعبد إبليس الأول لازم يعمل محرمات لأول لكن الحسد لأ الحسد أول ما بيحقد جواه الجن بنفس تمام؟ طيب السحر لازم يكون عنده علم وأصول وقواعد ويعمل طلاسم وينفس فيها ويأتي بمحرمات ويأتي بالنجاسات ويعبد إبليس ويعمل كل الأشياء اللي هنتكلم عنها إن شاء الله بعد كده إبليس يبدأ ينفذله عشان ينفذ بخطة خطة محكمة جاي من عند السحر بخطة محكمة جاي ينفذلك بترتيب جن السحر ده أسكى مخلوق في تنفيذ المعلومة أو تنفيذ الأمر من السحر لكن أضعف مخلوق لو الجن الشيخ اللي بيعالج عالج السحر صح انتهى السحر وانتهى الجن لو الشيخ اللي بيعالج عالج صح تمام؟ طيب يقول فكلما ازداد كفر الساحر ودرايته بعلوم السحر وازداد عتو الشيطان كان السحر أسرع في حصول المقصود كلما كان الساحر أكفر والجن زكي وبينفذ السحر على طول ينفذ ويأتي بأقوى مقصود بأحدث شيء أو أصعب شيء ينفذه ليه؟ لأن السحر كفر كفر عيني أو كفر تمام والجن عنده قوة وإرادة في التنفيذ غير عادية طيب قال أما إذا اختلف شرط من هذه الشروط الثلاثة قد يختلف المقصود يعني إيه؟ يعني لو الساحر ما عندهش علوم يبا السحر مش عينفذ لو الجن ما عندهش قدرة السحر مش عينفذ تمام؟ يبا لازم أصل وشرط في علوم السحر لازم السحر يكون كافر كفر ويعبد إبليس كفر تمام؟ والجن يكون عنده قدرة على التنفيذ ضي قال فإذا كان الساحر غيره عالم بالسحر فقد يقصد أشياء ويحدث ضدها لو الساحر ما عندهش قواعد وعلوم عشان كده بنقول لك إيه؟ أنا والله بنقول لك الكلام ده هو تخده قاعدة في حياتك عتيمش عليه لو أنت بتعالج أو بتتعالج عشان تعرف الفرق بين المعالج والفرق بين الراقي الفرق بين اللي هو جاعد عايز يتكلم كلمتين وخلاص ويقرأ عليك آيتين قرآن ويقول لك روح وبين حد فاهم هو بيعالجك إزاي دايما بنأكد على المعلومات دي عشان نستفهم تقدر تفرج من اللي يعالجك أنت رايح لشيخ عندكم في الحارة ولا في المكان هيقرأ عليك آيتين قرآن ولا يقول لك خد ورجة وتشطف بيها وادهن كده أنت آه عايز يسكنك والموضوع عايز يفضل معاك وعايز يسوق أكتر من مكان طيب افهم الكلام عشان تقدر تستوعب يقول ابن القيم فإذا كان الساحر غير عالم بالسحر فقد يقصد أشياء ويحدث ضده لهو ما عندوش علم بالسحر صح الساحر بيقصد مثلا أنه طلق فلان من فلانة هو قصد الكلام ده هو تيحصل العكس الرجل يحب زوجته أكتر ليه لأنه هو ما عندوش علوم السحر أو هو ما مش متمكن في صنع الشيء يعني مش صنايع سحر تمام؟ أو عندو العلوم الدقيقة بتاعت السحر هو قصد أنه يخلي الزوجة تطلق الزوجة يحب زوجة أكتر هو قصد يخلي الزوجة تحب الزوجة ضلجت ليه لأنه هو أصلا عشان كده في حالات تتدي يقول لك أنا يا شيخ عملت سحر الزوجة عشان يحبين يطلقني وكان عندي والله حالة أول مبارح بنفس الشكل يا شيخ طبعا ربنا يحفظه إن شاء الله وربنا يشيه بإذن الله عملت سحر الزوجة وجاية ندبانة تقول يا شيخ طبعا والله زوجة دخل عندي المكتب والمركز دخل قسم بالله عامل بطنه كده ومش جادر ياخد نفسه والله أنا متأكد أنه ده سحر محبة والله أعلم مني اللي عامل لكن الشكل أن الزوجة اللي عاملها لأن هي لما كلمتني مش عايزة زوجة هيتعالج لا يا شيخ ده مرض عضوي لا يا شيخ ده مرض ضدي لا يا شيخ ده مش عالفة والله أنا متأكد بقدر الله وإن هي اللي عاملت سحر على الكلام تتعرضني لا ده مش سحر لا ده مش كده يا ستي والله زوجك شارب سحر والسحر أصر على المعدة عمل التهابات في المعدة قوية وأصر على الكيلة وعمل كذا وكذا وكذا عند زوجك تقولي لا ده عنده سحر ده أنا أروح للدكتور إذا بنتي إذا أنت رحت للدكتور وبدلت عند دكتور ما تجربت تقول لا طبعا زوجك مقتنع إنه تعبان فالأصحار بتضمر الحياة واللي بيعمل السحر واللي راح للسحر ده كفر بالله تبارك وتعالى فلازم اللي بيعالج يكون عنده الفقه والفطنة إن نقدر نحدد إيه اللي قدامي عشان نقدر نعالج وعشان كده ممكن السحر يعمل سحر مثلا ببغض بحب الزوجة السحر يعمل هو هدفه إنه الزوج يحب الزوجة الزوج يحب الحريم كلهم يخلي الزوج يجع في المعاصي ويزدد مع أي حد عايز يشوفه تخيل لإن السحر جزده يجزده إنه يحب الحريم فما بيحددش من اللي يحبها فيقول له مثلا إنك تحب الحريم تحب الحريم فالجن اللي معاه ياخد سيستم معين أو نظام معين ينطلق به على المسحور ده هو إنه يحب كل النساء واحد تاني يعمله سحر إنه يبغض النساء يبغض كل النساء حتى أمه طبعا دي حالات عينية بجنة وحالات إحنا بنعالجوها عشان كده أنا منأكد لك المعلومات دي لإنه دي حالات واقعية إحنا عايشينها طيب يقول ابن القيم فإذا كان السحر عالم بالسحر فقد يقصده غيره عالم بعلوم السحر فقد يقصد أشياء ويحدث ضدها هو قصد شيء ويحدث غيره وإذا كان كفره لا يرضي الشيطان كانت خدمات الشيطان غيره تامة لو السحر ما كفرشي لو ما عندهش علوم وما كفرشي كفر بيّن وكفر واضح إبليس مش عيعينه يبغى لازم قعدة في السحر عشان خطري يبغى سحر لازم السحر يبغى عالم بعلوم السحر لازم يكفر كفر أصلي تمام؟ طيب قال وإذا توافر هذين الشرطان وكان الشيطان ضعيفا لا يحقق غرض السحر الكلام ده هو والله يدهب يبقى أصل في أصول السحر ثلاث حاجات واخدهم ويمشي عليهم وابني عليهم حياتك اللي بتعالج كفر الساحر قوة الجن قوة الشيطان ثلاث قواعدة همت ايه همت؟ كفر الساحر قوة الجن علم السحر يبقى السحر لازم يكون عنده علم بعلوم السحر لازم السحر يكفر لازم الجن يكون عنده قدرة ثلاث قواعد تحطهم في حياتك أو مسلس له ثلاث أضلاع لو شلنا منهم ضلع مباش مسلس اللي هو ايه؟ علوم السحر لازم السحر يكون عالم بعلوم السحر لازم السحر يكون كافر لازم الجن يكون قوي كده ينفذ السحر طيب لو ضلع منهم مش موجود يعني لو السحر مش كافر مش هيتم السحر طيب لو السحر ما عندهش علم مش هيتم السحر طيب لو الجن ما عندهش قدرة مش هيتم السحر طيب يبقى عنده في حياتنا لازم نمشي عليها ياللي بنعالج او ياللي بتتعالج انت عندك ثلاث قواعد لازم تحلوهم من جسمك لو انت عندك سحر اول شيء تبص عليه او تدور عليه السحر اللي عمل له السحر ده عنده علوم عنده علم ولا ما عندهش علم وهتكلمنا على علوم السحر ونتكلم عنها تاني شاء الله السحر اللي عامل السحر عنده علم ولا ما عندهش علم عنده علم طيب السحر اللي عامل السحر كافر ولا مش كافر كافر طيب السحر الجن اللي بنفس قوي ولا مش قوي قوي يبب السحر تم لو جزء أو ضلع من دول ضعيف أو مش موجود يبب السحر مش موجود يبب أول شيء نتكلم فيه علوم علوم السحر طيب يقول الأشقر رحمه الله يقول أن السحر علم مكتسب يحصل بالتعليم والصناعة بالتعلم والصناعة يعني السحر علم بيكتسبه السحر بالعلوم والصنعة هو تعلم واحد اتنين ثلاثة وبينفذ صناعي سحر فيبينفذ لك السحر بترتيب وعارف كل خط وانت بتخطيها وعارف انت بتاكل ايه وتشرب ايه وتنم الامتة وتصحى امتة وتروح الشغل امتة عارف كل شيء عنك عشان كده لما حد روح يعمل سحر رجوله طب سيبني همين ثلاثة وتعالي طب هاتلي حاجة من قطره طب هاتلي اسم امه بعد ما ياخد حاجة من قطره اسم امه يبعت المارد اللي معاه روح يسأل لي عن فلان ده انظامه بيعايش ازاي امه اسمها ايه ابو اسمه ايه اخواته اسمهم ايه بينام امتة بيأكل ايه بيشرب ايه بيضحك ولم يضحك بيحب الصلاة اللي محبهاش بيحب النساء اللي بيحبهمش بيحب الاطفال بيحب ايه بالظبط بيكره ايه بالظبط كل معلومات عنده عشان كده الجن لما بيروح لك بيبعارف كل حاجة عنك من اين بيعرف كل حاجة عنك من قرينك الجن السحر طبعا القرين ما بيصدق انه فلان عمله سحر اسعد وقت عنده فلان عمله سحر عشان الجهاز العصب عنده يضيع ويتضمر وهو يكره في الصلاة وفي العبادة فقرين يبدأ يقول المارد اللي باعته السحر ده فولان ابن فلان بيحب بروحش بيصلي ولا بيصليش بيحب القرآن ولا بيحبش بيديره كل المعلومات عنده يبدأ الجن اللي عاي يجيه باعته الساحر ابا عنده المارد اللي جاء ده المارد مالوش دعوه بالجن التاني اللي عين باعت لسه افهم الدايرة الساحر واحد راح له عشان يعمل ساحر فبقوله خلاص هاتلي بس اسم أمه ولا حاجة من قطر واسيبك انت وتعليه بعد يومين تلاتة خاد القطر بتاعه وروح يشممه للجن اللي هو المارد اللي موجود معاه المارد روح للمسحور للي رايح عمله الساحر لسه يحضر قرينه او يسأل قرينه كل معلومات عنده ياخده يروح يقول للساحر خلي بالك ده بيحصل له كذا وقت كذا وبيعمل كذا بيجيله احلامك وبيسمعاه جن تاني غيره ولا معاهوش محسود ولا مش محسود بيشتغل ولا ما بيشتغلش اهله اسمهم ايه عياله اسمهم كل شيء عنه كل الداتة الموجودة عنده في دماغه جلاله بل في حاجات ممكن انسان ما يعرفهاش عن نفسه قرين عارفها كل شيء عارف عنك يبدأ ياخده المعلومات دي critics ويروح يقول للسحر خلي بالك كل شيء عنده كذا كذا ياخد السحر يعمل بلاس بتاعته ويعمل عزام بتاعته ويشوف ايه الجن اللي عينفع مع فلان الجن اللي عينفع مع فلان الجن مسلا هو لو مكان رملي صحرة يقول للجن اللي عينفع معاه مثلا لا من مكان طيني يروح يجيب مثلا لو جن مثلا من مطروح او اللي عيني عمله سحر مطروح مثلا مكان رملي مثلا يروح يجيب له واحد من مكان مثلا من الشرقية مكان طينا صمرة عشان خطر هما الاتنين ما يتابقوش مع بعض طيب لو يعرف لو الانسان ده هو تنعمله ساحة يعرف يكون مثلا شيخه عنده فكرة شوية عن الأسعاره بتاعه يجيب له جين من المستوى المستوى الفكري المستوى الاجتماعي المستوى المادي المستوى البنيانه وتفكيره كل شيء ليه عشان يلبسه وما يحسش به يعيش معاه ما يحسش لكن لو عارف الانسان ضعيف جاهل ما عندهش خبرة بمسألة يروح يجيب له جين من اي دهية او حاجة مختلفة عنه يبدأ الجين يضمر حياته بسرعة والانسان يضيعه بسرعة عشان كده بقولنا الجن اللي هو مسؤول عن سحر العنوسة زكي جدا ممكن يعيش مع البنت عشرين سنة لما تروح لميت شيخ ويجي لها ميت عريس وما تنخطبش ولا تتجوز ولا 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 من غير ما تحسن عندها جن وتبدأ تقنحها يا بنت عندك سحر يا بنت السحر عيدا مارك يا بنت السحر وقف لك الزوج يقول لك لا انا ما عنديش اسحر انا منصلي الحمد لله بنقول الاسكار وانتو ناس جهلة وانتو مش فاهمين وانتو كازا كان عندي اخت دكتورة من سبوع اللي فات بقولي يا شيخ لا مفيش حاسمة سحر اصلا لا كل ده كلام فاضي كل ده طبعا الجن اللي جواها والله عندها سحر والجن اللي جواها بيقنحها ان كل ده كلام فاضي وانه مفيش حاسمة سحر اصلا وانا ما فيش حاس ما جن اصلا وانا ما نقول الاسكار ومنصلي ده كلام فاضي كل ده ليه لان الجن اللي معها زكي بيعيشها طول عمرها من غير ما تعرف ان عندها سحر طب لو عرفت ان عندها سحر او شكت في يوم الايام يوديها الشيخ ما بيعالش شي شيخ راقي مثلا يجرى عليه قرآن هو كده كده بيسمع قرآن ما تسمع قرآن بيسمعك الرقية ما تسمع رقية المشكلة عنده ما عندهش مشكلة من الرقية يا جماعة انا من اكد المعلومة مليون مرة في كل حلقات يعني معها جن السحر ما عندهوش مشكلة من القرآن والله يعني معها جن السحر ما عندهوش مشكلة من القرآن افهمه جن السحر ده زكي جن السحر بيسمع قرآن زي وزيك جن السحر جاي لك بمادة معينة جاي طبك عليك سماع قرآن ما تسمعوش مش مشكلته هو من زعلان لكن اللي زعلانه بيخليك تصوت وتصرح من القرآن قرينك قرينك اللي انت مش واخد بالك منه ولا شيء واخدين بالهم منه قرينك اللي عملي ضمر في حياتك وانت مش واخد بالك كل ما تسمع قرآن تبقى إنسانا مسقفة ومتعلمة وتسمع قرآن تلاقي إيدها بتعمل كده من اللي قال لك إن الجين بيعمل كده أساساً لو سمع قرآن طيب احنا عايزين نعرضه الصورة بس بتاعتنا اللي هي على الصفحة للسوشال ميديا بتاعتنا نكمل إن شاء الله الصورة بتاعتنا ديات اللي هي احنا الحمد لله يعني على السوشال ميديا صفحة علاج مرض السحر في يوم واحد الحمد لله عندنا وصلنا مئة ألف متابع على الصفحة وبنشكر المتابعين بتوعنا إن احنا وصلنا مئة ألف متابع وطبعا دول مجهود طبعا أرسال محمد سلام ربنا يحفظه بارك فيه وطبعا ده مجهود غير عادي يعني في الفترة البسيطة ديات إن احنا وصلوا بالأرقام ديات وإن شاء الله نوصلوا أكتر وأكتر وده احنا طبعا دية صفحتنا اللي هي علاج مرض السحر في يوم واحد وطبعا دول متابعينا وإحنا بنشكرهم وطبعا دايما أنا بنستفاد من أي حد ينصحني ودايما بنقولها صريحة أنا يا رماعة بنحاول نذاكر كل كلمة حد والهالي ما فيش كلمة بتعدى علي مرور الكرام لا أنا بنركز إن نفهم المعلومة من كل الناس ونسمع من كل الناس ونجرى في كل الكتب لكن كتب عن الكتب اللي مش هتكفرنا يعني زي شمس المعارف أو غيره تمام بناخد كل المعلومات ونعرضها على نفسي والواقع والشرع بتاعي الشرع اللي ربنا نزلهولي هل ده موافق للشرع ولا مش موافق يعني أنا عايز نفهم دايما بنقولها رماعة مين اللي قال إن الجن بتعم القرآن مين اللي قال إن الجن بيسمحش القرآن مين اللي قال إن الجن القرآن بيحرق الجن مين اللي قال إن آية الكرسي بتحرق الجن مين اللي قال إنك تقدر تحبس الجن في جزازة مين اللي قال إن الجن أصلا أنت عارفوا مسلم ولا مسيحي عارفوا يهودي ولا درزي ولا مجوسي ولا أنت عرفتوا منين يا بني انت شفت بطاقته انت اعرفت المعلومات دي منين يبا لازم وانا بنتعالج عند الشيخ نشوف الشيخ ده فاهم ولا مش فاهم عايدوريني ولا عينفعني عايدوريني ازاي هو ده المقصد انا بنشكر طبعا الناس اللي متابعاني على الصفحة وبنأكد اي شيء او اي معلومة انت في حياة متشافة عندك شيء انت مش فاهمه بعتلي على الصفحة وانا اعرض عليك بنفسي عشان قدر نقدر نفيدك وانا بنعمل لايف على الصفحة كل يوم جمعة او ثلاث تقريبا والجمعة ده اساسي بنعمل لايف على الصفحة عشان نرد على سئلة المشاهدين صفحة علاج مرض السحر في مواحد او موقع الموقع الخاص بينا عالج نفسك من مرض السحر او القناة اليوتيوب الخاصة بينا او الوصف طبعا لو اي معلومة عندك نقصك اي شيء عايز تعرفه وبعتلي وانا اعرض عليك ان شاء الله نفيدك عشان يكون المعلومة انت ممكن بالوقت انا على الهواء انت مش عارف توصلها لي ووصلها لي على الصفحة وانا عن تواصل معاك وانا موجود في المركز ان شاء الله المركز الاسكندرية كل يوم خميس واحد لو انت عايز اي معلومة شرط تعالد لو انت نقصك اي معلومة في نفسك تعالى عرضها علي وانا نرد عليك فيها لو انت في اي شيء يعني هذا دخل في دماغك مع الشرع يعني في اي شيء موضوع الجن والسحر ده ان شاء الله نحاول بقدر الامكان ندلك بها دي طبعا الموقع بتاعتنا على السوشيال ميديا وده الموقع بتاعنا اللي هو عالج نفسك وده علاج مرض السحر في يوم واحد طبعا اليوتيوب وبرضو صفحة الصفحة الخاصة على الفيس اللي هي علاج مرض السحر في يوم واحد برضو وطبعا انا منقول لك علاج مرض السحر في يوم واحد لاني انا بنعتقد ان السحر مرض محسوس ملموس غير عاقل لا يفهم القرآن كأنه شيء جوه معدتك او جوه دمك طلعناه من دمك ونظف من دمك وطل السحر من دمك خلاص القصة انتهت وحياتك كلها راجعت لوضعها الطبيعي وطبعا العنوين قدامك على الشاشة وحال بقدر الامكان اي شيء عندك اي ملبسات احنا يعني ان شاء الله عتلاقي لرد عليك ودي ارقامنا كلها فيه ناس متخصصة عترد عليك لو انا مش فاضع عترد عليك فيه ناس متخصصة في العلاج عترد عليك وانا الحمد لله الاخوة اللي هم قائمين معاها في المركز دول ناس فهمة بتعمل ايه وانا بنعلمهم كل لحظة وكل الجديد في جديد عشان قادر يفيدوا الناس عشان كده احنا بنقصل دايما تأصيل دقيق وشرعي عشان الناس الموضوع ما يخرجش عن طاقة الشرع والعقل ودايما اعرض الشرع على العقل عتلاقي عجلك متوعب والله لكن ما تعرضش ما تعرضش الشرع بالعقل لو انت عرضت شرعك بعقلك عتلاقي حياتك تضمرت لكن الشرع فيه كل شيء والله الشرع فيه كل شيء لكن لو فهمناه صح لكن ما تعرضش انسان جاهل ما عندوش خبرة ولا عندو فقر وانسان عامي ما عندوش اي معلومات عن السحر والجن وتقول له رحست مع قرآن وبعدين يصوت وسرخ وبعدين يرجع تاني يقول لك اصل الجن اللي خلاك تصوت وسرخ انت كده بمرتو نفسيا حرام عليك يقول الاشقر رحمه الله السحر علم مكتسب يحصل بالتعلم والصناعة ويمكن ان يحوزه الاسكياء والاغبياء يعني ممكن تلاقي السحر غبي جدا لكن الابليس بداله علوم تعلمها يعني مش شرط السحر يكون عندو علم يقدر يقرأ ويكتب او اي يقرأ انجليزي او غيره او فرنسا هو عندو علم واخده من ابليس مش علم بتاعنا احنا دي له قواعد تعليمها من ابليس مش بتاعتنا احنا عشان كده لازم يكون عندو الخبرة والفقدة يقول ولكن لا يمكن ان يتعاطاه الصالحون الاطقياء وبنأكد على دية لا يمكن ان تجد انسان عندو دين بيعالج بجن الا ان تجده خبيس النفس ما عندوش دين ما عندوش رحمة اللي بيقولك انا معالج بخدمة ما عندوش دين والله ما عندو رحمة ولا يفقح شيء عن الدين لانه هو استعام بالجن يقولك اصلا انا بنحضر الجن بالايات يبا انت كده ضلحت من الكفر لا او ضلحت من المخالفة الشرعية لا انت استعانت بالجن ان انت تحضر الجن بايه القصد مش الفعل القصد فنية انت نوت ايه انت نوت تستعين بالجن لاستعانة كفر لاستعانة بغير الله كفر انت استعانت بابليس استعانت بالجن عشان كده كفرت استعانت بشيء غيبي ربنا ما أعمرك شيء أنك تستعين به كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجين فأزادوهم رحقة استعنتي بشئ غيبي شيء مش موجود شيء ربنا حرمه عليك طيب يقول الشيخ سعد رحفظه الله أن السحر علم له أصول وقواعد ومبناه على الكفر بالله العظيم يلزم لوجوده سلوس متكامل اللي هو العلم والكفر والقدرة يبقى لازم الساحر يكون عنده علم لازم الساحر يكون كافر لازم يكون يخدمه جين قوي يكون جين قادر أنه ينفذ يبقى الساحر لازم يكفر الساحر لازم يتعلم الجين يكون عنده قدرة كده الساحر ينفذ وبقى عنده أصول وقواعد يبني عليها حياته عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث بتاع الغلام قال الملك يعني الساحر بيقول للملك اقتلي بغلام اعلمه السحر يعني ايه يعلمه السحر يقعد معاه يقول له عشان تسحر لفلان عشان تخلي فلان يكره فلان اعمل كذا عشان تخلي فلان يحب فلان اعمل كذا عشان تخلي فلان يطلق فلان اعمل كذا علوم بيتلقاها وبعد كده بيبني عليها وتقول الشيخ راضي مش عايز يرد على التلفونات لا والله انا بنحاول نوصل معلومة بكملة عشان الناس تفهم وان شاء الله نكلمك في الحلقات القديمة يعني عن الفرق بين الشيطان والجن والسعر وايه اعراضه وايه نجاسته وايه قوته كل ده لازم تعرفه عشان لما تروح تتعالج عند الشيخ تعرف ان الشيخ ده فاهم ولا مش فاهم لما تروح او انت بتعالج تعرف انت بتعالج ايه ما تضرش الناس يبقى قعدة نمشي عليها عشان نبقى نبني عليها الحلقات القديمة والقادرة رات بارك تعالى السحر عشان ينفذ السحر لازم يكون كافر لازم يكون عنده علم لازم يكون الجن قوي اول شيء نتكلم عنه علوم السحر ايه العلوم اللي السحر بيتبناها وبيعملها عشان يكون ساحر تمام عشان فيه ناس طبعا للي انا اتكلم فيه ده فيه ناس كتير بتعمله وبعدني يقول لك لا ده ده انا بس ده انا خواطر بتجيلي بس دي خواطر بتجيل أنا منعملش شيء لكن إنت حبيت ده إنت حبيت تتلقى الخواطر دي لو إنت حبيت إنك تتلقى الخواطر دي من إبليس كفرت لأنت بتديت ستعين بيه كان عندي أخت مبارح في اسكندرية طبعا هي معاها خدمة وبتعالق وطبعا مشت بيها شوية وعزة تسيب القدمة نقولي شيخ أنا معادش جدا نسيطر على الخدمة اللي معايا أنا جاعد عمالي نعد في الأرقام كل شيء نشوفه نعده ونقول ألفاز أنا مش فاكري يا جايت ليه بالظبط لكن بتقول بوبو قبو مش عارفت سحسح مش عارفت ايه مخمخ دي أسماء هي بتقول لك شخص أنا منقولي الكلام ده مش عارفة منقوله إزاي انت عارف الأسماء دي ولا دي أسماء للجن انت خدت الأسماء دي وتعلمتيها جبل كده تعلمتيها من إبليس وإبليس الدهالك زي خواطر كده عشان تنفيذي بيها وحبيت الموضوع وبعد كده عايزة تسيب الجن الجن يقولك لا أنا مستعيبك لإني أنا خدمتك قبل كده كتير عرفتك فلان بيفكر في ايه عرفتك خلتك تزوجي فلان أو تطلق من فلان خلت فلان يحب فلان أو يقرأ فلان خلت فلان يجيله رزق أو تبعيد عنه الرزق أنا خدمتك مش عنسيبك بسهولة لكن لو الإنسان اللي هو معه خدمة عنده إصرار وعنده عزيمة وعنده نية أنه ربنا يخلصه من الخدمة اللي معاه ويبعد عنها ربنا عيعينه والله بأبسط شيء عشان يبعد عن الخدمة ويبعد عن ضريق الكفر وضريق الجن يبقى أول شيء عنا نتكلم عنه إن شاء الله الحلقة ديت اللي هو إيه اللي هو علوم السحر إيه علوم السحر ديت دول خمس علوم اللي السحر بيعمل بيهم السحر خمس علوم أول علم اسمه علم التنجيم عشان في واحد تقول لي شيخ أصلا اللي بيقرأ الفنجان أو اللي بتعرف الأبراج أو الكلام ده هو ده مش سحر لا والله من السحر علم التنجيم ده من السحر عشان فيش واحد يقول لي أصلا أنا ده أنا بس بنسلي نفسي لا ما تسليش نفسك في الكفر ما تسليش نفسك في معصيد ربنا ما تسليش نفسك في أنك تسمع كلام الشرطان وإبليس وبعدين تقول لي أصلا أنا ما تسلي نفسي بس لأ طيب أول علم اللي هو علم التنجيم هنتكلم عنه إن شاء الله تاني علم اسمه علم الحرف تالت علم اسمه علم البسط والتكسير ربع علم اسمه علم الأوفاق خامس علم اسمه علم العزائم ايه العلوم ده هيت و ايه مبناها و ايه نظمها و ازاي نقدر نستوعبها ان اللي جدامي ده بيتعامل بيها ولا ما بتعملش بيها اول علم اللي هو علم التنجيم و يقول الشيخ الاسلام رحمه الله ان علم التنجيم و صناعة التنجيم التي مضمونها الاحكام والتأثير الشيخ الاسلام حفظ الله بيقول ايه و صناعة التنجيم التي مضمونها الاحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية اهو كلام ابن القيم بالشغل الإسلام بيقول ايه ابن تايمية بيقول ايه بيقول ان العلم التنجيم ده اللي هو الناس بتعلمه دي وقت بتتفاقر انه هو عند العلوم ديت بيقول ايه ان صناعة التنجيم ديت هي ايه هي الاستدلال على الحوادث الأرضية اي شيء بيحدث على الارض او اي شيء عايحصل بيقول اهوة الارضية بالأحوال الفلكية عشان يعرف اللي عايحصل النهاردة يبقى عنده علم بالنجوم إن النجمة دي طالعة أو نزلة إذا تقترن بالإنسان ده هو اللي هو اسمه فلانه واسمه مفلانة أو ريح الدمه كذا أو أطره كذا عشان خاطر يقدر يعرف هل هو عنده تعاسة أو عنده سعادة يقول والتمزيج بين القوى الفلكية والقواب الأرضية بيربطه واقع الفلكي اللي هو الواقع النجوم والأفلاك والكواكب بالواقع الأرضي بيقولك إن ده من صنع الكواكب مش من صنع ربنا يعني يقولك إن فلان عيحصل له كذا هو بيسأل النجم أو الكوكب عشان يعرف فلان ده عيحصل له إيه فلان عيموت ولا مش عيموت فلان عيحصل له كذا ولا مش عيحصل له كذا فلان عتزوج ولا مش عتزوج بعد كده يديك العلوم ديه هو واخد علومه منين واخد علومه من عند إبليس لعناهم واللهم الاتنين لإني ده علم من علوم السحر وإن شاء الله بقدر الله تبارك وتعالى يعني الحلقة القادمة نتكلم على علوم السحر وإزاي الساحر يبي يتلقاها من إبليس ونتكلم على كفر الساحر ونتكلم على قدرة الجن عشان الدائرة أو المسلس ده هو ده سالوس السحر وهو ده لو انعملوا التلاتة دول قوة كفر الساحر علم الساحر كفر الجن بجأ السحر انعمل لو قعدة من دول انفكت يبقى مفيش عاسمها سحر أصلا نتكلم عنهم الحلقة القديمة بقدر الله تبارك وتعالى نشكركم على حس استماعكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك